السلام عليكم ورحمة الله هذه طريقة نافعة لقضاء الحاجة بإذن الله اليوم سنتحدث عن ثلاثة أمور يمكن أن تلجأ إليها لقضاء الحاجة أو تيسير أي أمر بإذن الله سبحانه وتعالى كلنا أيها الأحبة لدينا مشاكل ولدينا احتياجات وكلنا نعاني من أحيانا نظن أنه عدم استجابة للدعاء لأن الإنسان يدعو بالخير بالشر لا مشكلة يدعو وهو لا يعلم الغيب وهو لا يعلم أن هذه الحاجة المتعسرة فيها خير له لذلك هنا تجد أن كثير من الناس رأسه يمتلئ بالهموم بسبب ماذا أنه يظن أن الخير في هذا الأمر ويريد أن يعجل ويستعجل يريد أن يقضي كل شيء وخلق الإنسان عجولة خلق الإنسان من عجل فلذلك نحن لا نعلم الخير أنا بالنسبة لي عندما يعني أمر بأي ضائقة ألجأ لهذه الأساليب الثلاثة حقيقة وقد جربتها كثيرا وطبعا أي إنسان يقرأ القرآن ويقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يصل لهذه النتيجة المنطقية والبسيطة أول أمر يجب أن تلجأ إليه أخي الحبيب هو التوكل على الله التوكل على الله يزيل عنك الهم الذي تشكله هذه الحاجة لك أو هذا الأمر المتعسر يشكل ضغط نفسي على الإنسان نحن نعلم أي إنسان لديه مشكلة معينة ولا يجد لها حلا ويحتار كيف يحل هذه المشكلة سواء كانت مادية أو نفسية أو أسرية أو في العمل أو في كل مناحي الحياة فإن الهموم المتراكم عليه تمنعه من حلها أصلا يعني دماغه لا يستطيع أن يفكر بطريقة صحيحة لأنه يحمل هذا الهم ويفكر باستمرار في الليل والنهار التوكل على الله ماذا يعني أخي الحبيب أن تنزع هذه الهموم وهذه المشاكل وهذه الاحتياجات وتلقيها بين يدي الله سبحانه وتعالى لنفرض أن هناك إنسان لديه حاجة يريد قضاءها وجاءه من يستطيع قضاء هذه الحاجة وقال له أنت اجلس وانشغل بأعمالك والحاجة هذه أنا سأقضيها لك فأنت تقول له نعم أنا توكلت عليك ما معنى توكلت عليك؟ اعتمدت عليك يعني أنا سلمتك هذه الحاجة وأنا سأرتاح من التفكير وأنت تقوم بالمهمة طب إذا كان هذا يحدث في حق البشر الضعفاء يعني هذا الذي أخبرك أنه سيقضي حاجتك ربما يموت قبل أن يقضي هذه الحاجة ربما يمرض ربما يصيبه حادث فإذا كان هذا الشخص على ما لديه من نقص وعيوب وضعف إذا قال لك كلمة أنني أنا سأقوم بهذه المهمة ترتاح فكيف بمن يتوكل على الله مالك الملك الذي بيده كل شيء بيده وهو الحي الذي لا يموت الله سبحانه وتعالى يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت كثير من الناس اعتمدوا على بشر هذا البشر مات قبل أن يقضي هذه الحاجة وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده فهذا الإله العظيم عندما تتوكل عليه ما الذي يحدث تقول يا رب أنا وضعت هذه الحاجة بين يديك وكما قلت لك الحاجة سواء كانت مادية نقص مادي كانت مرض أي شيء من مشاكل العصر فالله عز وجل هو نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير هو خير من تتوكل عليه سبحانه وتعالى خير من تسلمه هذه الحاجة فالتوكل على الله يجلب لك محبة الله الله تبارك وتعالى يقول فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الشيطان طبعا هنا يتدخل ويقول لك إن الله بعيد عنك إلجأ إلى فلان استخدم عقلك استخدم الأسباب التي بين يديك يريد بكل الطرق أن يشغلك عن الله عز وجل ليجعلك بنفس الوقت تغرق في الهموم لأن الإنسان ضعيف وابن آدم يخذل ابن آدم للأسف يعني أنت عندما تتكل على شخص احتمال كبير أن يخذلك بينما الله عز وجل لا يخذل من سأله ومن توكل عليه أبدا فإذا أول عمل تقوم به أن تتوكل على الله التوكل على الله كما قلت لك من سمراته أنه يجلب لك محبة الله يزيل عنك الهموم المتراكمة بسبب هذه الحاجة والتوكل على الله أيضا يعطيك نوع من التفاؤل والإنسان عندما يتفائل كما نعلم دماغه يعمل بطريقة أفضل يعني حتى علميا لو أردنا أن نفكر علميا الإنسان الذي يغرق في الهموم دائما مهموم ومنشغل وقلق لقضاء هذه الحاجة التي هي متعسرة كما قلنا أداء الدماغ يكون أقل من إنسان متفائل لأن التفاؤل يرفع النظام المناعي بشكل عام في الجسم ويرفع أداء الدماغ وبخاصة هذه المنطقة منطقة اتخاذ القرار يتحسن أداؤها وبالتالي التوكل على الله يمنحك هذا التفاؤل فبشكل منطقة تستطيع أن تفكر بشكل أفضل لتحل هذه المشكلة الأمر الثاني الذي أنصح به وهو الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فالدعاء أخي الحبيب ماذا يفعل ولكي لا يقول لي أحد أنت تدعو للكسل والجلوس وعدم الأخذ بالأسباب لا يا أخي الحبيب أنا فقط أريدك أن تنظر للأمور بشكل صحيح تغير نظرتك للأمر أنت عندما تتوكل على الله وتدعو الله عز وجل وأنت مستيقم بالإجابة ما الذي فعلته؟ أنت فرغت دماغك من الهموم وبالتالي أنت تستطيع أن تفكر بطريقة أفضل وتستطيع أن تأخذ بالأسباب المتاحة لديك بطريقة أفضل الله عز وجل الذي تعهد أنه يستجيب لكل من دعا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان لم يقل إن شاء الله لم يقل مثلا احتمال أن يجيب أو لا يجيب لا أجيب دعوة الداعي الشرط ما هو إذا دعان إذن الشرط هو أن تدعو الله فقط بصدق طبعا فعندما تدعو الله بصدق وأنت مستيقم بالإجابة هذا الإله سيجعلك ترى أسبابا أنت كنت غافلا عنها يعني أحيانا العلاج يكون بين يديك وأنت غافل عنه أحيانا حل المشكلة يكون بسيطا جدا وأنت لا تراه فالله عز وجل يقذف في قلبك نورا ترى من خلاله حل هذه المشكلة وبالتالي هنا نحن لا ندعو للكسل نحن ندعو للأخذ بالأسباب ولكن مع اعتقادنا أن هذه الأسباب بيد الله هو الذي يحركها وهذا الفرق بين المؤمن والملحد ما هو الفرق؟ الملحد يعتقد أن هذه الأسباب تعمل بذاتها الكون خلق نفسه الطبيعة خلقت نفسها الكائنات طورت نفسها وبالتالي هو يعتقد أن هذه الأسباب تعمل بذاتها المؤمن يعتقد أن هذه الأسباب تعمل بأمر الله عز وجل وإلا ما معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم ما معنى القيوم؟ أي الذي يقوم على شؤون العباد يقوم على شؤون الكون ما معنى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول يمسك هناك قوانين الله هو الذي يتحكم بها هو الذي خلقها قوانين جاذبية قوانين يعني تنظم حركة الكون وقوانين تنظم حركة البشر والكائنات والتوازن البيئي على الأرض كل هذا أخي الحبيب هو بيد الله سبحانه وتعالى فأنت يعني بدلا من أن تلجأ إلى الأسباب إلجأ إلى مسبب الأسباب وهو الذي سيهيئ لك هذه الأسباب فقط يعني بالنتيجة أنت أخذت بالأسباب نتيجة الأمر أنك سلكت هذه الأسباب ولكن بعد ألجأت إلى الله سبحانه وتعالى إذن التوكل على الله والدعاء الأمر الثالث وهو مهم جدا لقضاء أي حاجة وحل أي مشكلة اليقين أن تعتقد أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لأن حل أي مشكلة كما قلت لك أخي الحبيب تحتاج إلى هدوء نفسي مثال على ذلك الطالب الذي يذهب للامتحانات التوتر التوتر والقلق والهم يعني يمكن أن يدمر نصف إجاباته في الامتحان لأنه قلق فالدمغ لا يعمل بطريقة صحيحة طيب ما هو الحل نقول له اهدأ اعلم أن كل شيء مكتوب أنت أديت ما عليك وأدخل بهدوء واجاوب على الأسئلة بهدوء وثق أن الله سيعينك على الإجابة وتفائل بالخير فعندما يعني هذا الطالب يقوم بهذه الأعمال يتحسن أداؤه وهذا من الناحية العلمية الصحيح لأنه دائما الإنسان القلق التوتر هناك هرمون اسمه هرمون التوتر هرمون الإجهاد كورتزول يفرز بكميات كبيرة أثناء الهم والتوتر والقلق وهذا الهرمون يعني إذا هو الله خلقه ليجعلك تواجه المخاطر ولكن إذا استمر هذا التوتر فإن هذا الهرمون ينقلب إلى عامل مدمر للنظام المناعي والجسد والتفكير والدماغ وغير ذلك وبالتالي كل علماء النفس يقولون لك إذا أردت أن تحل أي مشكلة يجب أن تهدأ أن تعتقد أن كل شيء مكتوب وأن الله سيستجيب لك وأنه سيحل هذه المشكلة يعني أن يكون لديك حسن ظن بالله هذا يجعلك هادئا مطمئنا فإذا امتلكت هذا الهدوء والطمئنينة تستطيع أن تفكر بشكل أفضل وتجد أن المشكلة تحل بشكل أسرع بإذن الله سبحانه وتعالى لذلك أخي الحبيب لا أريد أن أطيل عليك ثلاثة أمور افعلها لقضاء الحاجة التوكل على الله الإكثار من الدعاء واليقين الأمر الثالث اليقين أن كل شيء مقدر وأن تستيقن أن الله سيستجيب لك وأن تستيقن أن المشكلة هذه ستحل بإذن الله والأهم أن تستيقن أن كل تأخير لحل هذه المشكلة لابد أن يكون من ورائه خير كثير وتذكر دائما هذه الآية الكريمة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق